السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناكم فيديو جديد حلقة جديدة عن الهجراء بالنسبة للناس الذين يريدون إيطاليا العمل في إيطاليا فرصة الهجراء إلى إيطاليا والعمل في موزهر براتب 1680 يورو حسنا نحاول نحاول نقلب حسنا هناك فرصة العمل للإيطاليا كموزهر براتب 1680 يورو هذا تابع فارمجوب إيطاليا وتابع الهجراء تابع فرصة للجميع في جميع الدول الليبارين يهاجروا إلى إيطاليا كي يخدموا في الفلاحة عندهم منقصات تفيد العميلة سيخدموا في الفلاحة في الكشة الفرز و الفواكه و و هناك السيستم يدفع أنا غادي القراء عليكم بالفقرات سهل بزاف اللي سيستم إيطاليا أنا غا نفسر لكم أي واحد يقدر يدفع طوال عملية تبع تابع محلية تبع تبع محلية تبع 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 حتى تجربة تجربة تبع 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 فهو كالدعي أتجاه مميزات في هذا الوضع وكالدعي أتجاه في إطاليا وإستجاه تحجيع التاليين في المغليين في دولة العربية وكالدعي أتجاه أتجاه لكم في صندقلص كي تقرره وتعود بطبعات محكمة كالدعي أتجاه التاليين كي تتعرف المغليين سوف تتكلم و تقرر اللغة وتخدم معهم and to work in an Italian frog farm. هما غادي قريوك الإطالية وغادي تخدم معهم في الفلاحة. After this work experience, you could have the chance of an entrepreneur paid in the agriculture sector. You could also, you could receive an entrepreneurship courses specific for your challenge in an Italian province or your native country. Très bien. Write to send cv to opportunity arrobasqfarmjob.it Or applaud your cv. سوف نوشكين سيما. هنا غادي applaud your cv. غادي تسكليكي هلا, applaud your cv. في لسيط. هل غادي تسكليكي هلا. غادي تخليليكم لسيط. الليبرا يسافت لهم cv في لسيط. ولا الليبرا يسافت لهم cv في لسيط. سهلا. سواء تسافت لسيط. pardon. أترافر لسيط. دير upload. أو تسافت لسيط في لسيط. أو لا تسافت لسيط ديالك غير بار ميل. سهلا. بار ميل. غادي تسافت لسيط. لا تسافت لسيط. كما تسافت بار ميل. لا تسافت لسيط. لا تسافت لسيط. ولكن سيطر. لسيط. لسيط. كان لديه. إنه قبل لسيط. يطلب من الله يقف. يسهل لديه. 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 ويسهل لديه. ويسيط. سيطر. هل ترغب بالهجرة والعمل في إيطاليا؟ فرصة لكل الراغبي في السفر إلى أوروبا والعمل والمعيشة براتب 1800 يورو للأشخاص الراغبي في الانتقال والعيش في إيطاليا إنها فرصة حصرية للهجرة إلى إيطاليا عن طريق تقريب على المزارع التي تقبل عمالات ومتطوعين من كل دول العالم بشروط بسيطة نبدأ عن إيطاليا هي دولة أوروبية داخل ساحل طويل على البحر المتوسط بصمة قوية على التقافة والمطبخ الغربيين عاصمة هاروما هي موطن للفاتيكان بالإضافة إلى الفن التاريخي والأطلال القديمة وتشمل المدن الرئيسية الأخرى فلورنسا مع روائع عصير النهضة مثل مايكل أنجو ديفيد المندقية مدينة القنوات وميلانو عاصمات الموضع في إيطاليا إنها من دول قليلة العنصرية ودات طباع هادئة ومالحة تعد إيطاليا من أبرز الواجهات السياحية حول العالم وحول ملايين الناس العمل والمعيشة بها هذه الفرصة متقدمة من أفضل الشركات المازالة في إيطاليا للعمل في وظيفة الزراعة وتساعد هذه الشركات الأشخاص الذين لديهم شغف حقيقي بمجال الزراعة وتعمل على تدريبهم ليكتسبوا خبرة جيدة في هذا المجال من المهم ملاحظة أن بداية الموسم الزراعي في إيطاليا هو شهر مارس كل عام نقلا على مكاويات نقصر من الموسم الزراعة فقط سأضع بالسرطة سنفضر في صندوق الوصف كنت ستبقي في عملك الرابط وسيضع بخصف الموسم الزراع أتعلم أنه سوف تكون السيارة للحصول على المدنة أتعلم أنكم قراءتكم لأجتماعين فهناك قراءت عليكم هذا مويد ستجلق لكم لأجتماع برصال وقال أمن خليكم وإضافة نظر فهناك سيارة داتية سوف تتعلق ليكم سوف تتحلوا من البارد الالكتروني بجيبتم هو فجيب و لا يطلب معهم كذلك لا يجب أن تتعطي عن ماء و شيء بارد الالكتروني تشبه بارد الالكتروني ان تجاوب معهم لان تجاوبوا معك وان تصفتوا لك شي توضيح تجاوب معهم كذلك يكون متى النمر للتلفون تكون صحيحة لا تحتاج نمر للتلفون بشي صادق وليس يحدم لها وبدع منك الفرصة يتصلوا بك ما يلقاوك شوالا ما يلقاوك ما يلقاوك لكي تلات تصلوا بك يلقاوك انت جوانيابل يقولك كالكي السيفيدي عليك اللي اخليك هذا كذا أصفتنا الوريقات التالتال وفاش ولي طلبوا منك الواتف تصفت لهم بعض الواتف تقول بانك بصحتي جيدة كده 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 هتجمع واحد الميلف ويتضع عن ترجمان محلف يترجم لك شي بطاليا يكون ترجمان محلف من طرف الدولار لا توجد اي ترجمان يغلط لك في ذلك شي وتأمنك الopportunity لا توجد اي شي سيبر يفرج لك على الدوسة وتقولي الفرصة دائعة منك سير عن ترجمان محلف اللي سي ترجملك الواتف عقبية وميلة فو سير عن ترجمان محلف لا تطلبوا منك شهادة طبيعة وتريد انك بصحتي جيدة سير عن ترجمان محلف لغير ذلك الواتفة تكون عندها مصداقية فانا ديمة الحاول انني نعطي نزودكم بعض النصائح باش مضايش منكم الفرصة حاولوا تباطجوا هذا الفيديو وش الفائدة من الجميع هناك الكثير من الناس اللي يفقدون العمل ديالهم مع الجائحة هذي هما بأمس حاجة للشغل او الهجرة باطجوا هذا الفيديو على نطاق واسع عاونوهم باش يوصلهم هذا الفيديو هذا تقدر تكون السبب في خيارة في شي حد انه يلقى عمل ويهاجة هذا خير كبير عند الله سوف تكون انتظروا في الفتور تلقى اللي يبرطجوا معك شي فيديو اللي تلقى منه المنفعة تلقى هذا الفيديو على نطاق واسع لذلك هناك كثير من الناس في امس حاجة للشغل سوف تكون الناس اللي يقلبوا على خدمة و الناس اللي هما يقلبوا على عمال فالأمس حاجة فالأمس الحاجة سهلة يسوفي تصف تسافة لك وطلب من الله سبحانه وتعالى أنه إيس صديق الأمو ما عندك ما تكسر بس ما تفرش فيديو تافة ما عنده ما ينفعك صاو بالسافة وصف تلو سافة في المين وختكونا ماشي ورده ما ينفع ما عندك ما تكسر تقدر تكون هذه الأمور ترقى المستقبل ما عندك ما تكسر تجيب شخص في الفيديو يصف تلو سافة لك فما عفتش نو أنك تقدر تكون امور ترقى الناس اللي تلقى بها عمال و تهاجر على شلا ف لكن و بعد الأسئلة خليوا منيها في الكومنتر نجاوب معكم تصفتوا لسيفي ديكم و إلى الفيديو المقبل إن شاء الله بإذن الله حاجة أخرى فش تصفت لسيفي دي ما سير الميساج أنوويي تأكد واش الميساج أنوويي ما بقاش في الدرافت بعد المرات يقدر يقع عم بروبلم تكنيك في الميل و تصفت لسيفي وما يمشيش يبقى في البروية دي ما تأكد تصير الميساج أنوويي وشوف الميساج واش واش الميال واش مشا واش سيفي ديالك وصل باش غا تعرف تصفت وتمشي الميساج أنوويي تأكد واش مشا ترى بيا حاجة موفاق الجميع إلى الفيديو المقبل إن شاء الله بإذن الله لعبكم اتباك لعليكم